خليني أقول لكم الدور المصري العظيم الدور المصري الكبير اللي بيقدمه زعيم مصري حقيقي هو السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة كان فيه قمة مصرية أردنية رئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قمة مصرية أردنية بالقاهرة صرح المستشار أحمد فاهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا العاهل الأردني الاثنين كانوا بيتفقوا الحقيقة على لابد رفض التهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم وأيضا أنه وطبعا من أراضيهم إلى مصر أو الأردن وشهد اللقاء أيضا يعني الحقيقة مباحثات كثيرة جدا بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك أيضا من تدهور نرى بأعيننا في الأوضاع الأمنية وأيضا الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني وأيضا ما نرى يوميا في غزة سقوط الألاف من الشهداء والمصابين وكمان شايفين أنه في الصورة الزعيمان الحقيقة بيحاولوا أنه هما يوصلوا لأي شيء بيحاولوا أنه هما يجدوا أي هدوء يعني الهدوء بأنه هذا التصعيد المستمر كل يوم وكل ساعة يهدأ حتى تدخل المساعدات إلى أهلينا في غزة الأزمة التي نرىها وبالتالي بعد القصف لمستشفى الأهلي المعمداني كانت أزمة شديدة وزي ما احنا عارفين بعد هذه الأزمة تم إلغاء القمة الربعية اللي كانت ستبقى موجودة بين أمريكا وفلسطين والأردن وطبعا مصر وتم رفض هذه القمة وبالتالي يعني يحاول طول الوقت الجانب أكيد المصري بكل ما يملك أنه يفعل كلمة أن تصل المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة الموقف زي ما أنتم شايفين أنه يعني رئيس عبدالفتاح السيسي لا يهدأ ولا يعني ينام حتى يرى أي بارقة أمل تصل إلى قطاع غزة